اكد سعادة الدكتور عبداللطيف براشد الزياني وزير الخارجي أن حل الدولتين هو الحل الصائب لإصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشام لجميع دول المنطقة وشعوبها وقال إننا نؤمن أن إقامة دولة فلسطين يعني انتصارا تحوليا لجميع شعوب المنطقة وطريقا إلى السلام والأمن الدائمين دعيا إلى توحيد الجهود لتحقيق حل الدولتين جاء ذلك في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته دولة فلسطين بالتعاون مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في مقر مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف برئاسة معالي الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين وبحضور عدد من وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية وممثل الدول المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين وأعرب وزير الخارجية عن قلق مملكة البحرين إزاء الوضع المأساوي والظروف التي لا تطاق في غزة والتي خلقت أزمة إنسانية متمثلة في خسارة الأرواح والإصابات والنزوح القهري المستمر حيث أصبحت الضروريات الأساسية بعيدة عن متناول مئات الألاف من المدنيين الأبرياء مضيفا أن الحرمان من الحقوق الأساسية على هذا النطاق الواسع يتطلب استجابة حازمة وفورية من المجتمع الدولي مشيرا إلى أنه من الضروري أن تتخذ إسرائيل إجراءات سريعة وحاسمة لوقف العنف والتصايد